توتر بين باريس و عسكر النيجر بلغ ذروته مع استمرار الاحتجاجات بمحيط سفارة والقاعدة الفرنسية مطالبة برحيل السفير الفرنسي و قوات بلاده من النيجر مظاهرات تطورت الاعتصام امام القاعدة الفرنسية من المقرر ان يستمر حتى اخلاء اخر جندي فرنسي من البلاد و يعد الاعتصام احدث خطوة في سياق قطيعة و انعطافة في العلاقات بين فرنسا و مستعمرتها السابقة اذ سبق ذلك انذار الثالث من سبتمبر لانسحاب القوات الفرنسية و سفيرها من البلاد لكن الاليزي ضرب بقرارات المجلس العسكري عرض الحائق مؤكدا دعمه للرئيس المعزول محمد بازوم و منددا بالانقلاب و قال رئيس الفرنسي مانويل ماكرون انه يجري محادثات بشكل يومي مع بازوم معتبرا ان الانقلابين لا يملكون صلاحية قرار طرد السفير كما اكد ماكرون دعم لجراءات التي تتخذها مجموعة كواس لعادة سلطة دستورية حتى لو ذهبت الى الخيار العسكري تصريحات اججت غضب المجلس العسكري الذي ندد بما وصفه بالتدخل الاضافي لفرنسا متهما الرئيس الفرنسي بالسعي لترسيخ علاقة استعمار جديدة بجانب اتهامه بممارسة ضغوط على اكواس لغزو النيجر في ظل الموقف الفرنسي المصر على بقاء سفيره و قواته في النيجر يتساءل الخبراء الى متى ستستمر هذه المواجهة و ما هي عواقبها بالنسبة لباريس و المجلس العسكري اذا تم طرد السفير بالقوة اشتركوا في القناة